تجوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها دراسة تكشف فوائد مذهلة لإنجاب الإناث كشف دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل وفقاً للدراسة يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكون أكثر رعاية وحنانة للوالدين عند تقدمهما في السن مقارنة بالذكور نطالع مشاهدين من صحيفة القدس تنبيه لمحبي السكر الزهايمر بانتظاركم حذرت دراسة علمية حديثة من أن الإفراط في تناول السكريات قد يرفع مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر ووجد الباحثون أنه في مراحل مبكرة من المرض هناك ما يسمى إنزيم MIF الذي يتم تثبيطه وهو ما يعد نقطة تحول في تطور المرض واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية ألام البطن المستمرة قد تكون إنذاراً بالسرطان حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن ألام البطن المستمرة قد تندر بالإصابة بسرطان الكبد أو سرطان القنوات الصفراوية وأضافت أن الأعراض الأخرى الدالة على ذلك تتضمن فقدان الوزن غير المبرر رغم ازدياد محيط البطن أو تصبغ الجلد أو العين باللون الأصفر وختام جولتنا الصحفية مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بين صفحاتها الإفراط في وجبة الإفطار قد يسبب الذبحة القلبية بين الدراسة الحديثة خطر إصابة مرضى القلب بحالات خطرة مثل الذبحة القلبية وارتفاع ضغط الدم الحاد إثر إفراطهم في وجبة الإفطار الرمضانية ويعزى ذلك إلى تناولهم كمية كبيرة من الطعام الدسم والغني بالأملاح